اشتركوا في القناة الاسماء والحرف رح نحكي عن الاسماء لبرج الجوزاء اليوم فعشان هيك بتكون طاولوا بالكوا علي وتركزوا معي وورقة وقلم عشان تسجلوا الاسماء والاحرف اللي انا رح اذكرها طبعا اول اسماء اللي رح نبدأ فيها رح نبدأ بحرف الالف وهو حرف ناري وفي اشخاص من اللي يدعوا علم الفلك مجرد او علم الحرف مجرد ما شاف انه حرف الالف بالبداية معناته بقول لك هاد خلص كل الاسم باخد نفس الصفات ناري او باخد هادا ممكن يختلف ورح تشوفه في الاسماء اللي انا رح احطها انه في اختلافات بتكون واضحة دائما مش شرط الحرف الاول هو اللي يعمل ميزان الاسم يعني الاحرف الثانية برضو بتعمل موازين في الاسم وبتعطي قوة احنا رح نبدأ في اول مجموعة من حرف الالف انتقيتلكو اسماء انا اعملت عليها دراسة ورح نحكيلكو كل اسم ايش ميزاتو صفاتو وايش القوة اللي بعطيها من الناحية المالية والعاطفية العملية افضل ايامه وشو الحجر المناسب بالنسبة ليلو رح نبدأ اول اشي باسم ايهم ايهم معروف يعني فيه باللغة العربية بوله اسم شامخ او جريء او اسم من اسماء الاسد اسم مذكر ناري ترابي هو حار يابس طبعا هدولا الصفات كلها رح نعمل محاضرة كاملة عنهم ولكن انه شو الاشياء اللي بعطيها هي مناسبة للجوزاء اخذوها الان ولكن لما نيجي نشرح عن العلم هاد رح نشرح شو يعني حار يابس وشو استخداماته حتى في العلاجات وبالادوية اللي بتنفعه وبالاعشاب اللي بتنفعه ايهم كل المكونات هاي رح نذكرها يعني ما نحطه تعباث اول ايش بالنسبة ليلو حجره اه هو حجر زبرجد اه ماليا بيكون ماله في اول حياته وفي وسطها وفي منتصفها بعدين بتزيد الامور بشكل رغد جدا وعنده يعني بيكون فيه نوع من انواع الثراء ممكن يوصل لها اه حياته بتأقلم فيها في الداخل وفي الخارج يعني ممكن في نفس البلد اللي انولد فيها ولو سافر نفس الشيء عاطفيا هو عاشق للنساء لكنه بتزوج مرة واحدة اه بعضهم من خارج البلاد او حتى من الداخل اه يعني بتوقف هذه على حسن النصيب والقدر عمليا اجتماعيا هو واجتماعيات واسعة جدا وكبيرة اه الو في الاعمال المهنية افضل ايامه بتكون الاربعة والخميس اما الاسم الثاني هو ايمن ايمن اسم يعني اسم مبارك اه مذكر اه حجر الكريم اه العقيق الايراني اه ماليا بتعب على ماله ما بيحتاج لاحد اه بيصنع نفسه بنفسه عاطفيا بيحظى بامرة بيكون وجهها خير وجميل عليه وذات نسب وحسب ونسب ومتعلمة عمليا اعماله جيدة بيبدأ بمركز بسيط ثم بيصل لمركز عالي يعني بتدرج في مناصبه افضل ايامه الثلاثاء والسبت اسيد برضو ناري مائي يعني اوسيد يعني متصغير لا اسد اه هذا يعني عنده قوة بالناحية بيكون ماله وفير اه حجره طبعا الكريم اليقوت الاسود اه المال والنا وفير بناله من الصغر ممكن يرث حتى اموال طائلة عاطفيا العاطف اولها بيكون فيها حيرة واخرها استقرار زواجه دائما من داخل البلاد اللي بيكون فيها عمليا اعماله في البيع والشراء والاعمال الحرة اه افضل ايامه يوم الاثنين والسبت اسم اصيلة ذات الاصل الطيب اه طبعا هذا اسم مؤنث اه حجر اه يعني اه الحجر المناسب لالها النيشابوري اه طبعا يفضل انها تلمسو او تمسكو او تلبسو اه اه يا قبل الزواج يا بعد الزواج ما بفرق بس عند الزواج بيكون اقوى لالها ماليا بيكون مالها وفير بكثرة وكلما كبرت كلما كثر مالها عاطفيا تتزوج عن قناعة من رجل جليل اه عمليا تعمل لحسابها الخاص وما بتحب الشراكة افضل ايامها الاربعاء والجمعة طبعا هي ناري ترابي حاريابس اريج ما رائحة طيبة اه يعني مؤنث اه ناري هوائي حاريابس اه حجرها المناسب الفيروز الرضوي اه ماليا بيكون المال اكثر من زوجها ويحتمل انها تعيش في حالة وسط قبل الزواج عاطفيا بتتزوج من ارضها لكن هذا الزواج بيحمل الى العيش خارج البلاد يعني في احتماليا هي تسافر عمليا اهدافها كبيرة وبتنال وهي بتنالها وهي صاحبة مؤسسة بتكون او جمعية او اي اشي بتبع لها افضل ايامها بكون الجمعة والسبت انوار من نور اه مؤنث اه طبعا انوار ناري ترابي حاريابس اه برضو نفس الاشي بنيجي الزمرد الاخضر حجرها ماليا بيكون مالها وفير في الصغر وبعدين بيأتي خيره على الكبر بتعيش بهناء اه عاطفيا بتقدم لها كثير وبتختار الشخص المناسب لها وبتكون وجه الخير عليه عمليا العمل متوفر اه لديها في جميع المجالات وبتعمل على الاصعد كافة اه افضل ايامها الاربعاء والخميس وصلنا لحرف التاء الترابي طبعا الالف ناري التاء ترابي فهذه الاسماء بتعطي نوع من انواع الصلابة في للشخص وتقيده بالعداد والتقاليد بتلزمه بتغربه للارض اكثر فمثلا زي اسم تامر اه تامر اللي هو من من التمر او كثير التمر اي الرزق اه اسم مذكر اه ماليا بيكون كثير المال وبغنى في حياته من داخل ارضه او خارجها عاطفيا محبوب وبيتزوج اه من ارضه عمليا اعماله اه على البيع والشراء افضل ايامه السبت والاحد طبعا بالنسبة للحجر الكريم هنا بيجي على حسب برجه اسم تاجي تاجي ناري ترابي برضو حار يابس لانه بدخل فيه عنصر النار باغلبه اه نسبة للتاج هو اسم مذكر اه الحجر حجر الزفير الكحلي ممتاز له ماليا بيكون المال جيد في حياته ما بيحتاج لأحد بيسعى لتحسين اوضاعه عاطفيا زواجه مرة واحدة وهو محب لأهله وزوجته عمليا اعماله متعددة واعمال حرة على مستوى جيد افضل ايامه الثلاثاء والجمعة اسم تيسير ترابي ناري بارد يابس يعني بدخل عنصر التراب علما انه هو حرف التاء يعني هو التراب الاصل عشان هيك بيغطي في هاي النقطة بدخل فيه عنصر من عناصر الهواء ولكن بقلة بالنسبة للحجر المناسب اللي هو الاسود الصيني الحجر الاسود الصيني هو حجر بركاني تقريبا بدخل فيه كثير من المعادن ماليا بحصل على ماله من تعب ما بيدخل مال حرام لجيبه عاطفيا بيتزوج من ارضه ما بيحب الزواج من غريبة بيكون زواجه تقليدي وعائلي عمليا العمل بيكون على خط واحد ما بيكثر فيه الاعمال يعني حتى ينهيها ما بيكثر من الاعمال يعني بيحاول انه يركز على عمل عمل وينهيها افضل ايامه لاحد والخميس تلال ناري مائي حار يابس تلال منتلة اسم مؤنث حجر الماس حجرها ماليا بيكون مالها وفير ولكن ممكن تتعب على مالها وتنفع بغيرها عاطفيا الها الكثير من العاطفي والحنان وابتحيا حياة رومانسية عمليا بتكون صاحبة مركز كبير وبتصل لاعلى المراتب افضل ايامها الاثنين والاربعة تميم تميم طبعا اسم يعني مؤنث ومذكر مع بعض بميلة المذكر اكثر برضو هو بيجي ناري ترابي حار يابس حجر الزمرد حجره المناسب ماليا بيكون نصفه نصفه الو ونصفه الاخر بعطيه لاخوته بدل على الكرم عاطفيا بيتزوج دائما من انثى يعني تقليدية مش منفتحة زيادة عن اللزوم او متحررة وبعيش معها في هنا في ارضه عمليا بتحب بيحب العمل وبعمل بتخصصه بتعب عليه لتحقيق ما اربو دائما بيطمح للاشي العالي افضل ايامه الجمعة والسبت تالا تالا بدل على الارتفاع اسم مؤنث الحجر النيشبوري الازرق ممتاز لالها ماليا بيكون مالها جيد ما بتحتاج لاشرار الناس دائما بتعتمد على نفسها بتحسب حساب الغد عاطفيا بتتزوج عن حب كبير من شخص من ارضها بيحتمل انها تحمل جنسية اخرى عمليا العمل متوافر لديها بعدد العلم وممكن انه يكون عمل اداري افضل ايامها الاربعة والاحد حرف الثاء طبعا الثاء حرف هواي اول اسم رح نحكي عنه هو اسم ثاقب هو ناري ترابي حار يابس اسم مذكر حجر الاسود الصيني ماليا بيكون وسط في البداية ما بيبذر او بيصرف في ماله عاطفيا زواجه مرة واحدة ما بيحب التنوع في الزواج بيتزوج من الخارج او من ارضه عمليا اعماله تجارية وادارية ولكن ما بيستعجل في اموره العملية افضل ايامه ثلثة والخميس اسم ثمود اسم برضو مذكر ناري مائي حار يابس برضو هذا حجره اليقوت الاحمر ماليا بيكون ماله وفير ولكن كل ما كبر كل ما زاد عزه وماله عاطفيا بيكون زواجه عن عقل وتقاليد اكثر من انه حب بالاشياء هاي بالاتجاهات دائما على الاراضي الصحراوية عمليا اعماله متنوعة منها التجارة ومنها الاسهم ومنها الشركات اه افضل ايامه الاثنين والجمعة اسم اه ثنيان ثنيان اه هي المرتبة العالية اسم مؤنث اه حجر المناسب اللو هو حجر اللؤلؤ ماليا بيكون مالها جيد بتحصل عليه من اه عرق جبينها ما بتنتظر الرجل اه يعطيها المال عاطفيا بتتزوج عن عقل اكثر من انه عن حب وبتصل لمرتبة عالية بسبب اسم زوجها اه عمليا اه مراكز اه مرموقة اه بتصل اليها اسمها اه دائما بنتشر في البلاد افضل ايامها الاحد والثلاثاء اسم ثائرة اه ثائرة اه هو تقريبا بيجي ناري ترابي حار يابس اه الحجر بيجي اللي هو حجر الدر النجفي اه هذا يعني يسمى اربعة عشر حرز اه ماليا بيكون مالها متوفر او وفير جيد ما بنقصها المال لانها مش مبذرة عاطفيا اه العاطفة بتكون ناقصة في اول حياتها ولكن بعد مرور عدة وجوه بيجي الرجل المناسب عمليا اه العمل على حسابها لانها ما بتحب لا الشراكة ولا العمل عند احد افضل ايامها الاربعة والجمعة اسم ثمار ثمار معروف من الثمار اه هو بيجي اه ناري مائي حار يابس اه برضو هاي الحجر نيشابور الازرق اه ماليا بيكون مالها جيد وهي مرزوقة من الداخل والخارج عاطفيا بتتزوج من ارضها وبتقف الى جانب زوجها في الايام الصعبة والعجاف عمليا العمل اه كثير عندها اه احتمل انها تعمل في الاعمال الحرة افضل ايامها الاربعة والجمعة واخر اسم بحرف الثاء اه ثرية اه هي بتيجي اسم نجم اللي هو النجم السابع نجم المطر والخير اسم مؤنث اه الفيروز الرضوي اه ممتاز لالها ماليا بيكون جيد اه وهي بتغضق بمالها على كثير من الناس عاطفيا تتزوج من ارضها شخص متوسط الحال وبكثير مالها بعد الزواج عمليا اعمالها في البيع والشراء اه وخصوصا في مجالات الاراضي والعقارات والتجارة افضل ايامها يوم الخميس وصلنا لحرف الحاء وهو حرف مائي اه اول اسم هو حاتم يعني اه اللي بتيجي القاضي او بمعنى اسود قاضي اسود او اشي زي هيك اسم مذكر اه طبعا بالنسبة للحجر العقيقي اليماني اه ماليا بيسعى لتحسين رزقه وهو غير كسول حتى انه بيحسب حساب الغد اه عاطفيا بيتزوج من ارضه ما بيحب الغريبة ابدا عمليا اعماله في التجارة وفي الادارة وفي الشراكة في حياته افضل اه ايامه الخميس والاحد اسم حسام ناري مائي يعني اه حسام هو من السيف اسم مذكر حار يابس اه بالنسبة للحجر الكريم هو عين الهر او بيسموه تايغر ايز اه عين النمر ماليا بيكون المال الوسط في اول حياته في منتصفه بيصير جيد واخره بكثر اكثر عاطفيا خجول بالعاطف والحب ما بيبوح بكثرة عن مشاعره بيتزوج من ارضه عمليا محب للعمل وغير كسول ما بيأجل اعماله ابدا افضل ايامه الجمعة والاحد اسم حامد ناري مائي اه حار يابس برضو اه اه يعني هذا تقريبا الاسم بناسبه الحجر الاسود برضو اه ماليا بعمل في المال وصرافي والاسهم وكثير العمل فيها عاطفيا بيحب العاطفة والحنان اه مع انه بفكر في عقله كثير بالرغم من انه اه من هاد بيتزوج عن اعجاب عمليا العمل متوفر عنده بيشتغل في مجال الشركات اه وممكن يكون له شركة باسمه افضل ايامه السبت او الاحد اسم حميدة حميدة اه من محمودة اه طبعا اه صفة ناري عليه اه اه الحجر المناسب اللي هو اللؤلؤ ماليا بيكون المال كثير وترى السعد مالها وتتدخر الاموال عاطفيا بتقهر الرجال اه بتحصل بعدها على رجل مهم اه في المركز او في البلد عمليا متنوعة الاعمال بالاضافة الى ذلك الاسم والبورصة افضل ايامها الاثنين والخميس والسبت اسم حليمة اسم ناري ترابي اه وبدل على صبورة بمعنى حليمة من صبورة اه الحجر الياقوت الاحمر ممتاز لالها ماليا بتعيش راضية بالمال وكلما كبرت بازداد مالها عاطفيا العاطفة هي اولادها اكثر من الرجل عشان هيك بتتزوج عن قناعة عمليا العمل المتوفر لديها وجهها خير على الاعمال كافة الافضل ايامها الاثنين والجمعة اخر اسم عنا حسنة حسنة من نسبة للحسن اسم مؤنث برضو حجر الفيروز بناسبها ماليا المال الوسط وهي غير انانية في المال عاطفيا اول حياتها تعب وبعدها عاطف وحنام من الشخص اللي بترتبط فيه عمليا انفراجات عملية في حياتها لكنها بتعمل لحسابها الخاص افضل ايامها الخميس والجمعة وصلنا لحرف الدال واول اسم عنا هو اسم داني اسم ناري ترابي برضو حار يابس حجر الياقوت الاسود حجره المناسب له ماليا بيكون ماله جيد واحواله بتتحسن كل ما كبر في العمر او ازداد ماله عاطفيا بيتزوج عن حب وبسافر بالزوجة لبلاد الغربة وبسكن هناك عمليا اعماله بتكون عن علمه ومعرفته ما بيحب الشراكة ابدا افضل ايامه الاثنين والسبت هذا الاسم شوي غريب يعني مش الكل بيعرفوه اسم دعيج دعيج بتجيم اخره هذا الاسم هو شدء سواد العين اسم مذكر بناسب الحجر الصيني مائي هوائي بارد رطب ماليا بيكون كثير المال هو متوفر متوفر لديه منذ الصغر والكبر كمان عاطفيا العاطف كثير عنده لكنه بيتزوج عن قناعة عمليا هو سيد في اعماله بيكون رئيس او مدير او صاحب اعمال افضل ايامه يوم الخميس اسم دهيم ناري ترابي حار يابس دهيم برضو بيجي له معناها داهية او اسود حجر العنبر ممتاز له له العنبر او الكهرمان ماهو بيجي برضو متكون من العنبر ماليا بيكون وفيره جيد بيرتاح في اوضاعه المالية عاطفيا بيتزوج عن قناعة قوية من عائلة كبيرة عمليا بنال الرزق من اعماله وتعبه افضل ايامه الاثنين والخميس اسم دالي اسم دالي ناري مائي برضو حار يابس لانه بيغلب عليه الناري اكثر الدالي هو العنب الاسود او خفيف السواد اسم مؤنث اكثر من ذكوري بيكون الحجر اللي هو الفيروس الرضوي ماليا بيكون المال المتوفر في حياته قبل الزواج وبعده عاطفيا رومانسية بتحب الزواج عن حب وهذا اللي بتناله عمليا العمل واحد لديها لكن بتنجح في مشاريع او بتتنقل لاخر وبرضو بتنجح فيه افضل ايام منها يوم السبت اسم دجا هوائي ترابي حار يابس وهو اوقات الفجر من اوقات الفجر الاسم هذا بناسبها حجر العقيق الازرق ماليا بيكون المال متوفر لديها بتعطي منه بتوخد وبتعيش في رخاء مالي عاطفيا العاطفة عندها مثل الهواء والماء بتعيشش بدونه عمليا العمل جيد وبتعمل على خط واحد حتى تنجح افضل ايامها الاربع وسبت اسم داليا وبرضو هو من شديد التحمل يعني او الدليل لكل الامور او الاحساس بالاشياء غالب عليها اللي هو العنصر المائي المائي الناري حجرها يعني بناسبها حجر عين النمر الرمادي ماليا بتتعب لاجل المال ولكن تجلب الرزق لغيرها وهي راضي بما الها ولو كان وسط او حتى قليل عاطفيا بتتزوج في سن مبكر من ارضها بحملها اسمها او بحمللها اسمها الغربة ممكن تسافر عمليا العمل جيد ولكن عند الزواج تسعد اكثر بعملها افضل ايامها السبت والاحد وصلنا لحرف العين عين علي طبعا اول اسم نسبة لعلي عليه السلام طبعا السريع العالي هو مائي ترابي بارد رطب الحجر الصيني الاسود بناسبه بشكل قوي ماليا بكون ماله جيد يعني بعض الاسماء هاي بكون كثير وبعضهم الاخر بتعب في اوله ولكن بيتحسن في اخره عاطفيا بيتزوج صاحب هذا الاسم اه مع انه ملاحق اه ملاحق كثير من النساء محبوب من النساء عمليا العمل كثير ومعظمه على التجارة والاسهم والبورصة افضل ايامه الخميس والجمعة اسم عبد الرحمن اسم مائي ناري بارد رطب اه هو بدل على الشغف اه حجر الياقوت الاحمر حجره اه ماليا بيكون كثير وحتى في الاسهم اه بناسبه في الربح كثير اه عاطفيا الكثير منهم بيتزوج واحدة والقليل منهم بتزوج ثنتين ويرى الخير على وجهها عمليا العمل كثير عنده متنوع والشراكة موجودة افضل ايامه السبت والاحد اسم عبد الحميد برضو مائي ناري اه بارد رطب اه محمود في رزقه اعماله اه اه حجره العقيق الازرق ماليا بيكون ماله من الاسهم من خارج ارضه او امور تجارية عاطفيا اه بيحتمل انه تكون له سيدتين اثنتين في حياته يرى الخير اه من وجه امرأة واحدة عمليا العمل متوفر لديه على الصعيد الاصعد كافة افضل ايامه الجمعة والاحد اسم عبلاء ناري مائي اه حاريابس اه راشده اه حجرها الزفير الاصفر ماليا بيكون المال جيد لديها وبيكون في اول حياتها وسطه وفي منتصفه جيد اه عاطفيا بتتزوج عن حب من شخص من ارضه من ارضها مركزه بيكون واسع خصوصا من ناحية المال اه بالناحية العملية العمل متوفر اه عندها بكل ما ترغب فيه افضل ايامها الاربعة والاحد اسم عالية اسم عالية طبعا رافعة عالية الشأن اه الزفير الكحلي حجرها ماليا بيكون مالها وفير وهي بتسعد بمالها عاطفيا تتزوج من شخص جليل وفي سن مبكر عمليا اعمالها جيدة اه اما بتكون شراكة واما بتأسس اه شركة خاصة فيها افضل ايامها الاربعة والخميس واخر اسم اسم عائشة اه ناري ترابي حار يابس واسم عائشة الاستمرارية بالعيش اه اسم مؤنث اه الحجر النيشبوري الازرق ماليا بيكون مالها جيد وبتنعم بالرخاء المالي عاطفيا العاطفية قليلة منذ بداية حياتها وبتصبر الى ان تجد شريك حياتها عمليا العملي كثير وكل ما ترغب فيه بتجده بتعمل بكل سهولة افضل ايامها الاحد والثلاثة وصلنا على حرف الكاف حرف الكاف برضو هوائي اه نبدأ باسم كمال اه ناري مائي حار يابس اه كمال هو تمام تمام الشيء من برضو من اسماء القمر اه الحجر اللي بناسب الماس والياقوت الاحمر ماليا بيكون ماله كثير اه عند الكبر اه وبكون من الخارج والداخل عاطفيا بيتزوج عن قناعة وحب في ان واحد عمليا العمل اه متوفر في صحاري وفي التجارة يعني صحاري اللي هي مثل الجزيرة العربية مثلا افضل ايامه الخميس والاحد اسم كاظم برضو ناري هوائي اه حار يابس اه 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 اسم كاظم بيجي من حابس غليظ اه حجره المناسب اللي هو الحجر العنبر اه ماليا بيتعب في ماله لكنه بناله بعد تعب اه عاطفيا بيتزوج عن قناعة اكثر من حب بيتزوج من داخل ارضه عمليا العمل اه على خط واحد ما بيحب الفشل فبيسعى لانجاح اموره افضل ايامه الاربعة والسبت اسم كفاء اه كفاء اللي هو الاستغناء اسم برضو اه برضو كفاية كفاء وكفاية اه هي بنفس الصيغة ولكن هو الكفاء اللي انا حسبت عليه اسم مذكر اه الحجر الشمس اه هو او الحجر الشمسي اسمه بناسبه ماليا اه بيمضي لتحسين اوضاعه المالية اه لانه بيخاف من العوز انه يناله عاطفيا زواجه من ارضه لكن اكثرهم بيكون من خارج ارضه عمليا العمل كثير عنده بيسعى لتحقيق اهدافه افضل ايامه الاثنين والجمعة اسم كالثوم كالثوم كثير اه لحم الخدين اسم مؤنث اه برضو حجر اللؤلؤ مناسب جدا اه ماليا بيكون مالها وسط وهي ما بتهمل وهي ما بهمها المال بقدر ما بهمها الاستمرارية ولو بقليل عاطفيا متتزوج من بلاد الصحاري وكثير ما بتتزوج من شخص جليل بالعلوم عمليا العمل متوفر لديها ولكن عند الزواج بتكون من مشاهير النساء افضل ايام هالخميس اسم كوثر اسم ناري ترابي حار يابس اه ماء عذب نهر من انهر الجنة كما قيل اه معطاء اه طبعا حجرها اللؤلؤ مناسب جدا لالها ماليا بيكون مالها وسط في اول حياتها وكثير في اخر حياتها عاطفيا متتزوج من ارضها من شخص مرموق وهذا بعيد اه بعيد جهد في منهم بتزوجوا من خارج ارضهم برضو بيجلب لها الثراء عمليا اه اه بتعمل باشياء فنية كالرسم والتجميل اه بناسبها بشكل جيد هي موهوبة في هاي الامور افضل ايامها الاثنين والخميس اسم كوكب نجم اه في السماء كوكب من الكواكب اسم مؤنث اه حجرها اه اللي بناسبها الزفير الاصفر اه برضو ماليا بيكون مالها جيد اه ما بتحتاج احد لانها غير مبذرة عاطفيا ما بتحب الغريب بتقدم الكثير وبتتزوج مرة واحدة عمليا بتعمل اعمال ادارية وهي متيقظة لأعمالها افضل ايامها الاربعاء وصلنا لحرف النون وهو حرف ترابي نبدأ اول اشي باسم نائل طبعا اسم نائل معروف وحاصل على ما يريد هيك بيكون اسم مذكر الحجر الزمرض الاخضر ماليا بيتعب عليه في اول حياته بعدها بيكسب وبيعيش في الرخاء عاطفيا بيتزوج عن حب لكنه بيحتار في اول حياته عمليا العمل جيد وبيكون يعني في مجالات الاسهم والبورصة بالاضافة للعلوم اللي بيحصلها افضل ايامه يوم السبت اسم ناجي ناري ترابي اسم ناجي ينجو من امور صعبة في حياته طبعا بالنسبة للحجر الحجر العقيق الايراني ممتاز له ماليا بيكون ماله وسط في اول حياته ولكن بيغنى كثير وبيعتي المال من الملوك او الامراء او علية القوم عاطفيا بيكون الكثير من النساء بالاخنه منهم كثير ولكن بيتزوج عن حب عاطفيا اعماله جيدة بالبيع والشراء يعني هدول الامور بتناسبه افضل ايامه الخميس والجمعة اسم نبهان برضو ناري ترابي حاريابس هو نبهان من الذكاء اسمه مذكر برضو الفيروز الازرق ممتاز له كحجر كريم ماليا بيتدخر المال الى ان يجمع اول مليون بعدها بتيجي الملايين ذكي جدا بالتحكم بالمال عاطفيا العاطف كبير عنده بيتزوج عن حب وبيفتش عن المرأة المناسبة عمليا اعماله في الشراكة بيحتمل انه يدخل في مجال التجارة افضل ايامه الاربعة والخميس الاسم الذي ليه هو نبراس يعني قنديل وهذا اسم بيجي مذكر وبيجي مؤنث يعني بسموه على الجهتين حجر اللؤلؤ الرمادي او الابيض ممتاز لهذا الاسم على الجهتين برضو ماليا بيجلب المال من خلينا نحكيه على انها مؤنث تجلب المال من تعبها وبغضغ منها ومن على اهلها عاطفيا العاطفة محتارة ولكنها تتزوج من رجل غريب بيحمل جنسيتين والقليلات بتزوجوا من ارضهم عمليا افتصل لاعلى المراتب والمراكز افضل ايامها الخميس والاحد اسم نبوغ اسم ترابي ناري بارد يابس بيغلب العنصر الترابي عليه او نبوغ هو من التفوق بالنسبة للحجر الكريم اللي هو حجر الدر النجفي 14 حرز ممتاز جدا ماليا بيكون المال جيد في اول حياتها وفي منتصف حياتها بيزداد شيء فشيء عاطفيا تتزوج عن قناعة وملاطفة واعجاب عمليا عملها بحسب تخصصها افضل ايامها الاثنين والسبت واخر اسم عنا نورس نورس برضو اسم يعني بيجي مذكر ومؤنث على حسب الدولة ولكن انا بحكي عنه مؤنث هو طائر بحري الحجر الكريم العنبر ماليا بتسعى لتحسين احوالها المادية لكنها بتعيش في احسن حال عاطفيا تتزوج من ارضها ويحتمل انها تحمل جنسية اخرى عمليا اعمالها جيدة وبتنتقل دائما حتى تصل الى اعلى المراكز افضل ايامها الثلاثاء والاربعاء وصلنا لحرف الهاء وحرف الهاء ناري اول اسم هو اسم هادي الهدوء والسكون طبعا في ناس راح يقولولي ما انت ذكرته وحكيت عنه مش ممتاز اه اوكي انا هنا بحكي عن الجوزاء جوزاء برج هوائي برج هوائي لازم القوة اسم هادي بالصفة هادي هدوء وسكون بهدي من طاقته وبعطيه القوة في لحظة الانطلاق لانه ناري مائي عشان هيك هذا حاري يابس بعطيه طاقة اعلى طبعا حجره المناسب له الياقوت الاحمر اه ماليا بيكون المال جيد وبيحافظ عليه وبيسعى لتحسين المال عاطفيا بيتزوج عن حب وبيكون اه في زواج اه في نوع من انواع الرضا والهناء والهدوء اه عمليا اه العمل متوفر على السعيد الاسعيد كافي لكنه بيعمل بحسب تخصصه افضل ايامه الجمعة والسبت اسم هلال هلال القمر اول ظهوره اه طبعا بالنسبة لاله عين الشمس حجره ممتاز لاله اه برضو ماليا بيكون اه حاكم اه بكون جيد اه في اوله محكوم المال وسريع الحصول على المال يعني مرزوق عاطفيا بيتزوج من ارضه لكن بيسافر للخارج عمليا اعماله واسعة وشاسعة اه يعني وبرضي برضى بالقليل افضل ايامه الجمعة اسم هاشم هاشم اه من الجود اه برضو اسمه مذكر حجره الحجر الاسود اه ماليا كلما ازداد ماله تحسن واتسع عاطفيا اه العاطفي جميلة عنده عن قناعه اعجابه حب عمليا اه العمل كثير عنده بيقوم بشراكة كبيرة افضل ايامه السبت والاحد اسم همسة واسم همسة الهمس بالاذن اسم مؤنث الحجر العقيق الازرق ماليا بيكون المال وسط في اول حياتها وبعدها بتحسن عاطفيا في العاطفة ناعمة وخجولة بتتزوج عن حب عمليا العمل كبير عندها بتقوم باعمال الادارية افضل ايامها يوم الاربعاء اسم هناء طبعا اسم هناء سميت هناء لتهنأ بكل الامور اه حجر الفيروز الفيروز الرضوي اه ماليا بيكون وسط في كل يعني كل حياتها وما بتحتاج اه لأشرار الاخلاق مثلا او اشرار الخلق يعني ما ما بتمين للحرام عاطفيا متتزوج عن قناعة وحب بتناسبها لعمال الادارية افضل ايامها الاثنين والسبت هائلة هائلة من هالة من هالة القمر في السماء بتسعى للعلو والوصول للمراكز العليا وهي من اصل مهم وبتعاشر اصحاب المراكز المرموقة من الملوك والامراء اه طبعا بالنسبة لحجرها اللي هو بيجي الزفير الاصفر واللولو الابيض ماليا بيكون المال كثير وبتنعم برخاء وغناء عاطفيا بتتعب في بداية حياتها وبعدها بتتزوج من رجل مهم عمليا العمل كثير وكبير ولديها البيع والشراء والاسهم افضل افضل ايام هالثلاثاء وصلنا لحرف الياء واول اسم رح نحكي عنه اسم يامن يامن من اليمن والخير اه طبعا ناري ترابي حرف الح ترابي هو بالاصل اه طبعا اسم يامن اه حجره اللي بناسبه اللي هو العنبر ماليا بيكون اه بيحصل عليه وبيكون في اوله وسطه في اخره رخاء وهناء عاطفيا محبوب من النساء لكنه بيتزوج من بلاد اه صحاري وارضه اه عاطفيا العمل المتوفر لديه والشراكي وشراكات برضه اعمال صيرفي والاسهم افضل ايامه الجمعة والسبت اسم يافع اه اللي بناهز ان البلوغ اليافع ترابي ترابي برضه ناري ترابي عفوا اه حاري يابس اه طبعا الحجر برضه له الحجر النيش بوري اه ماليا بيكون ماله وسط اه هو بنال الارث وبورث برضه غيره عاطفيا تطغل عادات والتقاليد في حياة العاطفية وبتزوج عن قناعة اه عمليا اعماله جيدة وفي كل ما يتعلم اه قد يعمل به افضل ايامه الاثنين والجمعة اسم يحيا يحيا يعني يعيش اسم ترابي هوائي بارد يابس يعني هذا اسم من الاسواء القوية حجر الياقوت الاسود ماليا بيتعب على ماله وبقدر ما بيتعب بيحصد عاطفيا بتزوج عن طريق الاهل وعن قناعة عمليا اعماله وسط بيعمل على خط واحد افضل ايامه يوم السبت والاحد اسم ينوف ترابي ناري بارد يابس اسم ينوف يعني يزيد بزداد يعني الحجر المناسب الماس ماليا بيكون ماله وفير وعلي لازم انه يتصدق منه لكن بيبقى اله الرزق الوفير عاطفيا بتتزوج عن حب وهذا ما بتاخده دائما وعد على نفسها انها هي هيك انه لازم اخذ عن حب وبتناله عمليا العمل كثير مثل البيع والشراء والاسهم افضل ايامها الاثنين والخميس اسم ياسمين 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 من الزهر الابيض يعني هذا كثير متداول الاسم برضو الحجر الدر النجفي 14 حرز بناسبها ماليا بتحب المال وبتناله في حياتها عاطفيا زواجها عن حب وقناعة عمليا العمل جيد وبتقوم بعمال ادارية افضل ايامها الاحد والثلاثاء واخر اسم عنا اسم يسرى اسم يسرى برضو ترابي ناري بارد يابس واسم يسرى هي جهة اليسار من اسم يسر برضو الغنى والسهولة بيجي حجر اللؤلؤ الزهري ماليا بيكون اول قليل وبعدها بيصبح وفير عاطفيا بتتحمل الكثير في حياتها العاطفية والعائلية وبتستمر فيها نحو الخير عمليا بعض اللي بيعمل بيحصل على شهرة من اعماله وبعضهم الاخر بيوفر يعني بيوفر هذا للبيت افضل ايام هو يوم السبت طبعا هيك بنكون انتهينا من هذه الحلقة ارجو انها تنال اعجابكم او نالت اعجابكم واستفدتم منها ياريت انكو تشيروها عشان ناس تستفيد منها اكثر تتعلم شو هو علم الاسماء وكيف بنحسب العلم او كيف بنعمل الاسم مش بالسهولة طبعا الاسماء هاي ممكن يجي واحد اقول انا هاي الاسماء اللي بتناسب الجوزاء ما لها علاقة في الابراج الثانية فهاي للجوزاء كل برج له مجموعة اسماء وان شاء الله في الايام القليلة القادمة رح انزل الاسماء لبرج السرطان وان شاء الله انه بتستفيد والناس بتستفيد من هذا العلم وربنا بجزانا الخير والثواب والاجر لنا ولكم على هذا العمل ايه نحكي في النهاية الله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء